اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من ضيف التحرير التزمت المملكة المغربية برافع تحديات القرن الواحد والعشرين من خلال اعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي جديد ومتجدد منذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض الأول بريو البرازيلية ومنذ ذلك الحين تم تفعيل هذا الالتزام بالمبادئ الأساسية لتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الإصلاحات المتتالية بهدف بناء التنمية الاقتصادية على أسس صلبة وتحسين الظروف الاجتماعية وتحسين وطيرة الانجازات البيئية عبر اعتماد الإجراءات الوقائية والعلاجية وهو ما أدى إلى الإشادة بمصار المغربي خلال العشرين سنة الماضية في مجال إرساء مشروع مجتمعي مبني على مبادئ تنمية المستدامة من طرف الملاحظين الدوليين في هذا المجال لتسليط مزيد من الأضواء حول منجزات الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي مرحبا بكم أستاذ أهلا وسهلا طيب منذ 1992 إلى حدود اليوم مجموعة من المنجزات والمجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية ماذا تحقق في هذا المجال مجال التنمية المستدامة؟ بكل تكيد المملكة المغربية انخاطت بشكل كبير في كل ما يتعلق بالبيئة وبالتنمية المستدامة أساسا يعني منذ انعقاد قمة الأرض الأولى في ريو جنرال أولو سنة 1992 حيث أن المغرب كان منخائطا ذلك مني كان صاحب جلالة ولي العهد وقام واحد خطاب له وأساسي كان في القمة هذه منذ ذلك الحين والمغرب هو منخريط في كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة أساسا ثم في منحات أخرى بدأنا نتكلم عن التنمية المستدامة هذا الأمر داخل له أنه كانت عندنا مجموعة من الاستراتيجيات حيث أن الأولى كانت من 1992 إلى سنة 2000 ثم كانت عندنا من 2000 إلى 2011 واليوم كانت تكلم عن الجيل الثالث من البيئة الوطنية للتنمية المستدامة وهي من 2017 إلى 2030 لفيها مجموعة من الأمور اللي يخصنا نشوف فيها كل ما يتعلق بالخيارات المملكة في التقلبات المناخية كل ما يتعلق بالتنمية ديالو يأخذ بعين اعتبار المجال ويأخذ بعين اعتبار كل ما الأمور تعلق بالبيئة بل إضافة أن اليوم يعني حتى في استناعات ديالنا التحويلية ولا في الفلاحة ديالنا ولا كذلك في كل ما يتعلق بالبناء والبنية التحتية نأخذ بعين الاعتبار مسألة التنمية المستدامة ما هو الأساسي اليوم؟ الأساسي هو أن نحق التنمية ولكن التنمية غير كافية خلص نحق التنمية ولكن نخليه إلى الأشجال القادمة إمكانيات أخرى من التحقيق يعني معداد النمو للأساسي وبالتالي اليوم الرهاني عن المغرب هو أن منايل 2050 كنت عندنا واحد مجموعة من الأمور متعلقة بالصيادة الطاقية متعلقة بالمحافظة على البيئة وكذلك بإخيات منك في التقلبات المناخية لكانت بصدق كبير سنة 2016 عندما تنظم الكوفاندوني في المراكش يعني أشرتهم إلى مجموعة من المراحل الهامة في مسار استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة 2014 المتاق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 2017 المصادقة على استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة 2019 إنشاء نظام معلومات بين وزاري هناك إصرار من الدولة على المضي قدما في هذا الاتجاه والتأكيد على ضرورة التنصيق بين القطاعات الوزرية لأنه مشروع محوري وهيكلي لا يهم قطاعا وزريا معينا إلى مدى ترمي هذه الاستراتيجية خاصة في ظل تقاطع عامة من مجموعة من القطاعات الوزرية لا صحيح صحيح اليوم استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة هي كتمشي في قطاعات العراضانية بحيث أن اليوم كيف نقوله هذه هي مهمة الوزارة الوصية أو مثلا وزارة الصناعة أو مثلا وزارة التجارة بحيث أن اليوم اللي هو أساسي وأن كل القطاعات الحكومية يجب عليها أن تنخيط فلات القطاعات الوطنية التنمية المستدامة هذا أمر مهم جدا الأمر آخر المغربي مشافي اليوم هو أن كل المواتيق الدولية التي يعلموا السوء العالمي المغربي اليوم هو يعني منضبط لها بحيث أنها صدقة على كل اتفاقية الدولية كذلك الأمر آخر اللي هو مهم هو كل ما يتعلق بالحكامة وبالتسالة القانونية اليوم عدنا واحد مجموعة من القوانين التي تتنظم لنا كل ما يتعلق بالتقالبات المناخية كل ما يتعلق بالحياد الكربوني كل ما يتعلق بمحافظة عن البيئة هذا كل أمور اللي يمشي فيها المغربي بشكل كبير أكثر من ذلك هو أن الأساتيج الوطنية فيها واحد مسلسل من التتبع من التقييم ديلا بحيث أن هناك عندنا واحد جوج أو ثلاث مراحلة من التقييم ديلا على السؤال مع نهاية العشرية يكون واحد تقييم نهائي باش نشوف الأهداف اللي رسمناها في 2017 واشتوصلنا لها في 2030 فتناها ونقلمنا باش أننا إلا كانت اختلالات نعالجوها باش أننا نكونوا يعني ملتزمين مع أمطب الدولية أكثر من ذلك هو أن اليوم اللي هو محوري هو أن غدا بعد غدا واحد مجموعة من استناعات واحد مجموعة من قطاعات الفلاحية غتكون عنده ضروري أن تكون عند الحياة كربوني ضروري أن تحافظوا على البيئة ضروري أن تحافظوا على البيئة الثلاثة نشوف اليوم الثلان يوم عندنا قطاعات التي يبدأت في اتجاه هذا أدلها هو المجموعة الشيء في الفضل يوم عنده مشروع استمالي كبير كل ما يتعلق بالمشروع الاستمالي الأخضار عندنا اليوم أن خيارات مملكة في الطاقات الموجودة جددة عندنا اليوم أن ندعو السيادة الطاقية هذه كلها أمور اللي غيمشي في المغرب على أساس أن من 2030 يكون منضبط مع الأجندة الدولية وكذلك مع الأهداف نرسمها في الأستاتيجية الوطنية للتلمية المستدامة في أفوق سنة 2030 نعم طيب نحن في نقطة مرحلية من أجل تقييم السياسات المتبعة في هذا المجال أوجه القصور ربما التي ظهرت والتي يجب معالجتها في المرحلة المقبلة يعني في حدود 2030 صحيح صحيح إذا كان المغرب اليوم يقضى واحدة للخطوات المهمة في كل ما يتعلق بالتصالة القانونية كل ما يتعلق بالانتقال الطاقي كل ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر فهناك بقى لدينا أوجه القصور وهي أساسا في حجوج الريهانات تتكلم عن سبعة ريهانات عند حجوج الريهانات بقى لدينا في واحد القصور أولا هي خاصة نمشي إلى المنطقة أكثر هشاشة لأن هذه المنطقة لا يمكن لدينا المنطقة الصحراوية لدينا المنطقة الجبلية أو المنطقة الغابوية ممكن أن تتعاملوا معه لدينا المنطقة عادية لدينا المنطقة تحتوي على تنمية حقيقية تقربها من المركز تكون هناك تنمية المهمة لا يمكن لدينا المنطقة الصحيحة القريبة من اللواحة لا تستعمل المياه في حالة طريقة عقلانية لا يوجد مياه كل أو لا تقرب الخشب لا يحتمى من البرد لدينا المنطقة الأمر الآخر هو كل ما يتعلق بالتفاوتات المجالية وبالتنمية البشرية لدينا المنطقة صحيح على المغرب أشياء مهمة مع المبادرة الوطنية بمشرية وعندنا واحدة ما تتحجل اليوم خرجت من عتبة الفقرة ولكن باقي كل ما يتعلق بالتعليم كل ما يتعلق بالصحة كل ما يتعلق بالقود خاصة نمشوفه وعندنا فيها واحدة مجموعة من الأمر إيجابية ولكن باقي واحدة النواقص في كل ما يتعلق بالتفاوتات المجالية والتنمية البشرية ومعنطقة الهجتة ومعنطقة الغابوية الصحراوية والجبلية لأنه لا يتعلق بالتعليم على الأقل خيارة النصف الثاني من العشرية لكي نمشي إلى الأمام ونكونوا في توافق مع هذه الريهانات كلها لأن كل الريهانات تكون غداما بواحدة توذلة الصعيب لأنه اليوم قد تقدم كبير في التستاني القانونية في الانتقال إلى قتصة الأخضر لأنه منتج للتروى ووجد الإستمارات الخارجية بالمغرب العميق وبالتفوت المجالية لأننا نواكبه خلال السنوات القليلة المقبلة ربما المرحلة المقبلة عنوانها الكبير هو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر اعتماد الطاقات المتجددة وهو ربما مجال خاص من أجل كذلك جذب الاستثمارات الخارجية لأنه ربما العنوان الأكبر للاستثمار في المرحلة المقبلة هو الانتقال إلى طاقات ترتبط بمنطقة معينة خاصة في ظل ربما التوترات الحالية في إمدادات الطاقة في أسواق العالمية صحيح صحيح اليوم اليوم اللي هو مهم هو أن المغرب دائما يخرج من الأزمات ليس يخرج منتصر ويخرج بوحدة دروس مستفادة اليوم ما تتكرموا على الجائحة الكورونا ومتعلقة بالتحول النتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية المغرب اليوم خرج بوحدة مجموعة من الأمور اليوم عدنا ممكن نقولوا بأنه فيما يتعلقوا بالسيانات الطاقية دينا المغرب هو من بين ثلاث دول أو خمس دول رائدة على مستوى العالمية يتكلموا عن الشيلي عن أستراليا العربية السعودية وعني 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 المغرب لماذا المغرب اليوم يتكلموا على مجموعة أستمرات الأجنبية في كل ما يتعلق لأنه هناك ثلاث العواميل التي هي أساسية العامل الأول هو العامل الكمي اليوم المغرب عنده مئة الطاقات الريحية والطاقات الشمسية ما يعادل إنتاج مليون فاصل خمسة وستين برمئة من النفط هذا الأمر يجعلنا نحن إياك نتواجدو ما بين فينزويلا ونيجيريا يعني في الطاقات ما يعادلها في النفط الحفول وهذه الطاقات هي هائلة بالنسبة في المملكة المغربية الأمر الثاني هو عندنا واحد تنوع كان واحد دول عندها إما الشمس إما الريح حال المغرب عندنا عندنا الشمس وكذلك عندنا الريح الطاقة الشمسية عندنا اليوم أكثر من 8 ساعة وربع معدل كمعدل يومي وفي المعدة وعادة الريح عندنا اليوم ستين في المائة كان يتميين في المائة في جبال أطلس وبالتالي تجعلنا أن نجدوح مجموعة من المستمر الأجنب الأمر الثالث هو أن كان العائق كانت باهدة مع نهاية القارب الماضي وبداية هذه الألفية الثالثة ولكن اليوم تكلفة الإنتاج بفضل التكنولوجيا الجديدة وبفضل أن هذه التقارب التي أصبحت تعدل اليوم مثلا نقول لك أن إنتاج كهرباء في المغرب اليوم من الشمس ومن الريح يعدل تكلفة التي تنجبها فينزويلا أو نيجيريا الطاقة الأحفورية يعني الغاز أو البترول وبالتالي اليوم كان واحد تنافسية عن مثل من ذلك وأن اليوم معاد الأزمة الروسية الأوكرانية والقوة أن الدول الأوروبية تبحثوا عن بديل للغاز الروسي تبحثوا عن مجموعة من الأمو هذه الأمو تجعلوا أحد مجموعة من المستمرين الألمان الذين يأتي إلى المغرب ليس أنهم مستمرين في الأدواج الأخضر وعندنا مستمرين بريطانيين الذين يأتي إلى المغرب تخيل معي أن 8 مليون للأسر بريطانية سوف يتم تموينه بالكهرباء عن طريق كابلات بحرية من المغرب نحو بريطانية هذه الأمور هي مهمة جدا بالإضافة للمغرب لا يجد منافسا في شمال الأفريقية وشق الأوسط وبالتالي الأموات تجعل المغرب أن يجلب مجموعة من استمارات نحو المغرب دون أن ننسى بأن هذا موقع طالب الله سبحانه وتعالى هو أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يطل على المحيط الأطلاسي هو قريب جدا من أوروبا وهو البوابة نحو القارة الأفريقية وبالتالي فأيك أن كل هذه المعضاية تجعل المغرب من 2030 في محاة أولى و2015 في محاة ثانية ممكن يكون من بين الدول الأطلاق الأولى في كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة نعم لاحظنا بأنه حاليا يتم العمل على تحيين هذه الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة بما يتماشى طبعا مع التحديات العالمية وأيضا مع مضامين النموذج التنموي الجديد هل يمكن اعتبار أنه حاليا يعني اتلاقا من هذه السنة هي انتلاقة جديدة لهذه استراتيجية الوطنية في مجال التنمية المستدامة؟ لا صحيح صحيح هو اللي اللي يمزيان في التنمية المستدامة هو عكس السياسة العمومية الأخرى هو أن كنا دائما كنا ندل واحد سياسة عمومية وكنا ندل واحد خمسة سنين أو عكسة سنوات وعابت كنا نقوموا بالتقييم ديالها ليملأ اليوم معاد الأسجية الوطنية كنقوم بوحد تقييم لهواية مرحلة لحسن حظنا هو أن جاءت الجائحة كذلك جاءت الحاب الروسي الأوكرانية لخلطتنا واحد مجموعة عمل تغييرات على مستوى العالمي كذلك أنها يعني تبدلت بالإضافة أن عندنا واحد مجموعة عمل أمور اللي يمشي فيها المغرب خلال السنوات القليلة المقبلة وبالتالي فإن هذه الأمور هذه هي اللي تخليل المغرب أنها أكثر من ذلك هو أن اليوم اللجنة الخاصة للنموذج تنمو الجديد تتكلم على خمسة دل المغرب المغرب الجراء المغرب النمو تتكلم على المغرب الاستدامة وهذا هو الأمر الذي يجب أن نرى خلال السنوات القليلة المغرب اليوم وبساطة تنزيل نموذج التنمو الجديد الذي يبتغي أن نضاعف منتج داخلي المحل للمواطنين المغربة في أفق سنة 2035 ولكن هذا النموذج يحتاج إلى كثير من هذه الطاقة هذه الطاقة لا يمكن أن يجبها إلا عن طريق مجموعة من الأمور التي تنموذج في الاستدامة مثلا نرى أن لو لا هذه السياسة لغم أنها فيها مجموعة من النقاط السلبية لو السياسة تسدود في المغرب لو السياسة لا يمكن أن نستطيع أن نصبره لأحد سنة الجافر الذي لم نعرفه منذ 31 سنة وبالتالي أن هذه الأمور هذه الأمور إيجابية لخاصة نقترب على الاعتبار اليوم عندنا المجتمعين يتكلموا عن مغرب الاستدامة عندنا تحول استراتيجية كتبت دفعة إضافية لهذه استراتيجية وطنية التنمية المستدامة على أسأل أن نحق الأدف من نهاية النهاية العشرية طيب لماذا يا بروز الأمن الطاقي كأحد العنوية الكبرى لهذا التوجه الجديد في مجال استراتيجية وطنية التنمية المستدامة هل باستحضار الواقع الحالي في إطار هذه التغيرات وهذا الصراع نحو الحصول على الإمدادات الضرورية من الطاقة أم باستحضار المستقبل ربما نضوب المنابع الحالية للطاقة الحفورية الأمر الأول الذي كان هو أن كل ما يتعلقه بالنضوب طاقة الحفورية الكل يعلم بأن من ١٠٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ على التقدير ما يبقى لغاز ولا بيترول ولكن هذه الأمور كالعالم يأخذها يعني يأخذها مأحمل جد ولكن لا يوجد هذه المسؤولية الكبيرة اليوم كتبين عن طريق الجائحة بأن جميع الدول أصبحت تحاولوا أن تؤمنوا نفسها من منطقة ديالها وكذلك اليوم لدينا الحرب الروسية الأوكرانية بحيث أن تخيل معي أن الاقتصاد الألماني يعني بقوته وجبروته كان على حافة الإفلاس لأنه يعتمد أستنى على الطاقة الحفورية التي تأتي من روسيا وبالتالي هذا الأمر لا يمكن الدولة كألمانيا أنها تبقى يعني تبقى يعني عندها التبعية الطاقية إلى روسيا هذه الأموات هي لسرعة واحد مجموعة من الدول أنها تسرع من أستثمارية جديدة هذه الأموات تجعلها أن المغرب اليوم يجعلها واحد مستثمارية اليومية الجانب ليوم قادرين أن يدخوا أموال التي هي مهمة لأنه لا يجب أن تنسوا بأن كل ما يتعلق مع درجون الأخضار تحلية مياه البحر هذه الأموات المحرية هي هي مجموعة استثمارية باهدة تقدر الملايير الدولارات ولكن يمدر فيها السياسية والجيوستراتيجية تساعد على جد الإصمارات إلى المملكة المغربية خلال هذه الخمس أو عشر سنوات القادمة بحول الله كذلك ربما حتى صبغة الديمومة في هذه الاستثمارات صحيح يعني تستمر لسنوات طويلة ربما العنوان الأكبر فيها المرحلة المقبلة هو الهيدروجين صحيح الذي يرتبط بشكل كبير مع مصادر الطاقة المتجددة يعني لا يمكن انتاجه إلا باعتماد مصادر الطاقة المتجددة لا لنا في مشروع المكتب الشريف من الفصفات صحيح لأنه سيفيد من جهة ثانية في تأمين كذلك حاجيات مجموعة من المناطق بالمياه المحلات عبر الاستعمالها طبعا في تكريرها في الصناعات هذه ربما نظرة متكاملة لإنتاج الطاقة وأيضا لضمان يعني الاكتفاء من بعض المواد الحيوية نحن نتحدث عن سنوات صعبة في مجال ربما يعني في التساقطات المطرية يعني هي مشاريع متكاملة صحيح صحيح هي مشاريع متكاملة فيها واحد ممكن نقولها ثلاثة الأبعاد البعد الأول هو أنك تريد أن تحافظ على ثلاثة طاقية بيمكنكش اليومات بقانتايا المغريب تابع إلى واحد مجموعة من الدول كتمولو بهذه المواد يعني اللي هي أحفورية الأمر الثاني هو متعلق بالتكلفة يكفي أن نقوله السنة الماضية الفاتورة البترولية في المغرب تجاوزت خمسة عشر مليار إلى الدولار تخيل معي أن كل ما حققناه في سادة الفوسفات يكفينا لكي نخلص الفاتورة الطاقية هذا أمر لا يمكن رغم أن العائدة الفوسفات اليومات تعجوا ازدهار لنتجة عن تدخم العالمي الأمر الآخر هو أن اليومات تلعب على الطاقات التي هي متجددة اليومات كنتم تلعب على مجتمع في الفوسفات يستورد طاقات اليوم نتكلم عن الغاز والنفط وبالتالي اليوم إذا استعمل واحد طاقات جديدة ستجعله أن يقلص من التكلفات اليوم هذا أمر مهم جدا هذا أمر مهم جدا الأمر الثاني هو أن المجمع هو المستورد الأول على مستوى العالمي الأمونياك وبالتالي إذا قدرنا أن نخرجه الأمونياك الأخضر عن طريق كذلك سنتحكمه في طاقة المغرب وكذلك سنتقوم بأحدة تكلفة التي هي قليلة تخيل معي أن هذه السنة حققنا فيها 100 مليار في السياحة 8 مليار في السياحة 140 مليار في قطاع الفوسفات 100 مليار في السيارات 80 مليار في المنتوجات الفلاحية لدينا الأنسجة والألبسة وعائدة المغربة مقيمين من خيج وصلوا إلى 100 مليار وكذلك كل ما تردل على المواطن المغربي لماذا؟ لأن الفاتوهات الطاقية كانت فاتوهية باهدة لما يتعلق بالأمن الطاقي والأمن الغدائي ويما استوردنا مجموعة من الأطنان من الحبوب وكذلك من الفاتوهات الطاقية وبالتالي الريال الذي لدينا هو أن تكون لدينا واحدة سياحة طاقية لما يبقى تابع واحدة دولة واحدة مجموعة من الدولة هذا أمر مهم جدا في دولة الأزمات التي تعرفنا في العالم في هذه العشر سنوات القليلة تجعل هذا الربح الذي لدينا يمشينا في قطاعات أخرى فيه لما تتكلم عن الأورشة الحمية الإجتماعية يحتاج إلى أكثر من هذا الدلم تتكلم عن التعليم تتكلم عن الصحة تتكلم عن البيانات التحتية تتكلم عن إهرافة من بشري هذه كلها أمور تحتاج إلى الكثير من الأموال هذه الأموال يمكنك تجلك إلا عن طريق يعني كما يكون في فرنسية لأمتيميزازيون للغصوص التي لديك في البلاد نعم طيب يعني في ضل هذه التوجهات والرهانات الكبرى الماكرو اقتصادية لهذه الاستراتيجية طبعا هناك روافت جانبية فيما يجال صحيح يعني تحريك النسج الاقتصادي للمقاولة الصغيرة لأنه مجال كما قلنا يتميز بها الاستدامة وكذلك فيه فرص واعدة تماما لأنه مجال خاص يعني ربما التجارب فيه قليلة على المستوى الأفريقي كيف يمكن استغلال واع على المستوى المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا من أجل تحريك عجلة الاقتصاد صحيح صحيح اليوم الأمر الذي نغفلوه هو أن نقول نحن قلنا في الطاقة المجددة وكان ثوبة أنها هي كذلك مدرة للدخل وهي منتجة لمجموعة من ينفعها الشغل مثلا 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 بسيط هو أن المجمع اشتري الفوسفات في البرنامج الإستمائي لله السابق كان يعتمد على 1 من 400 المقاولات اليوم مني غير يمشي البرنامج الإستمائي أخضر نخدمه معه استمائة المقاولة وبالتالي أن 200 مقاولة جديدة سوف تعيشوا على كنف هذه الإستمائة بالإضافة أن هذه الإستمائة تعتقدون جديدة كل ما يتعلقوا بتحليل مياه البحر كل ما يتعلقوا بها درجة الأخضر هذه أمور لي مهمة اليوم ما تدام كانت تكلموا على شتوكاءت بها لو لا ما حطت تحليل مياه البحر تمكينها ما كان يمكننا نزود السكنة السوسية يعني بمساة شرب وما كانش ممكن لنا أن نزود الضيعات فلاحية يعني بالخصص اللي كان عندها في المواد للسقي وبالتالي فإن جانب الموديل الآخر للأستراتيجية دي هو أنها منتجة للتروى منتجة لفواس الدعمة وبالتالي اليوم الناس اللي غير يعلموا حفواز للشغل عن طريق الطاقة الأحفورية أو مثل اللي كانوا في المحضة للبنزين أو مجموعة من الأمور يمكن تعويضها عن طريق وحفواز أخرى لماذا نحن نمزل معرفنه اللي غيرتجي خلال السنوات القليلة المقبلة طيب هل المغرب في مقدوري ربما النهوض بكل هذه التحديات يعني فوقها 2030 2030 تبدو بعيدة لكنها ربما يعني بعد سبع سنوات على أكبر تقدير لا والتحدي الكبير للمغرب هو كل ما يتعلق بإمكانيات المادية لأن اليوم من كندوع البنية التحتية هي موجودة من كندوع التكنولوجيا وتنقل الخبرات للمغربية توفر على مجموعة من الأبحاث على أدل الجامعة المحمد سيسي بويت تكنيك عدنا اليوم واحد مفاعل نووي يعني تجريبي هنا في المعمورة مجموعة من الأمم ولكن التحدي الكبير اللي عندنا هو تحدي مالي لأن اليوم هذا خصوصنا نجد بوحد مجموعة من المستمارين أجانب لأنه مجيب يدخل أموالهم هؤلاء كندوع ألمانيين البريطانيين كندوع مجموعة من الدول التي تكون عندها لإمكانيات المادية وعلاقة لابح لابح هي قد تستمر في المغرب والمغرب يخلق في مجموعة مفوار الشغل ويتوافع السياة الطقية وهي كذلك سوف تستفيدوا من هذه العائدة عن طرق تموين يعني الأسار والاقتصادات ديالها من الطاقات الريحية والشمسية وتحلية مياه البحر للمملكة المغربية اللي هي عندها وحد خزان كبير فالأمر هذا وتعتبر منتهات الدول على مستوى العالمي نعم طيب يعني شركاء التقليدين ربما للمملكة هم مدعون أكثر من أي وقت مضى للاستثمار في هذا المجال لأنه الخيارات فيها ربما هي معدودة يعني ليست كل الدول تتوفر على يعني المؤهلات التي تتوفر على المملكة في مجال هذه الطاقات المستدامة يعني أننا نلحظ ربما في السنوات المقبلة خاصة حتى مع المتاق الجديد للاستثمار يعني تحفيزات كثيرة استغلال لهذه الفرص الواعدة في المستقبل لا صحيح صحيح اليوم بإضافة تحفيزات اليوم أول حاجة على شركاء ديالنا اليوم الاتحاد الأوروبي يتم من العمل ليقوم بالمغرب في الطاقة مجزية جديدة سنق نق الدولي يتم من العمل ليقوم بالمغرب في الطاقت مجزية جديدة اسبانيا لليه قlly попроб منها penيطانيا بقيتانيا بقيتانيا وعيدانا Diamond وعيدانا مليس المغرب أمر المهم الأمر الثاني حيث أن تأخذizes استثمار أن الخطاع الخاص هو والذي المستمير لكن هذه الاستثمار العمومي يبقى استريطانا استراتيجي فهذا يثب في الأمن الغدائي في الأمن الصحي و الأمن sow jagd today وبالتالي اليوم أيضاً نرى عليه مشاريع كتان من صدق محمد ديست للأمن فهذا سبب اتيت건 شركات مع دول أخرى ومع مانحين دوليين لمنقطعة الخاصة جريций من الخارج فهذا كتان decimal طرحها استراتيجية كما ستعلقًا بالأمن الغدائي وصحيح ودوائي الطهي و هذا بالأمن السيارة الطعية في حين أن القطاع الخاص يبقى القطاعات أخرى لمنتج التروى على السيارات، الطائرات، الأنسجات، الألبساء، السياحة، البنية التحتية وبنتهي التكامل ما بين القطاع العام و القطاع الخاص والذي يجعلنا أن نصله في أفق أفق 30 إلى الثلاثين من القطاع الخاص ويكون استثمار له خاص، والثلاثين يبقى استثماراً عمومياً استثماراً استراتيجياً ومكملاً لإستثمار الكلي التي تعرفون من الملكة المغربية من الواحدة 15 سنة نعم، شرط قبل قليل إلى أن هناك تطوراً كبيراً في التقنيات المستعملة في هذا المجال، مجال الطاقات المتجددة وكذلك إلى انخفاض كل سطوفة الإنتاج مقارنة مع الطاقات التقليدية هل يمر المغرب إلى السرعة القصوى في مجال هذا التنزيل؟ المرور إلى تخلص دريجياً من هذه الطاقات الأحفورية؟ لا، المغرب لهوية رب درغتي النافعة هو أننا لا نتوفروا على الغاز ولا نتوفروا على البترول وبالتالي كان لدينا كنا نجمعين أن نقلبوا على حل آخر لقيتها في الطاقات المتجددة وطاقات البديلة ولكن العائق كان لدينا هو أن التكلفة كانت باهدة أن التكلفة كانت تقدر يعني بما لا يدرات اليوم مع هذه التكلفة التكنولوجية ومع هذه الإمكانيات التي كنات، التكلفة نزلت بزاف من المغرب وبتالي المغرب اليوم أصبح ممكن أن يمشي واحدة سرعة إضافية سرعة قصوى لكي يحقق الأهداف المبتغات من الأفلو 30 في محاة أولى على أساس أن نتحكم في سيادتنا الطاقية بشكل إجمالي في أفق 2050 نعم يعني هناك حتى ربما تفرح تماما في الاستثمارات الداخلية لأن ربما توجيه كذلك للرساميل الوطنية نحو قطاعات واعدة على سبيل المثال الطاقات المتجددة التي لاحظت في السنوات الأخيرة حتى استثمارات كبيرة من قبل مجموعة من الشركات الوطنية صحيح صحيح لا أدنى لعادة لك إلا مجموعة مجموعة في الفوسفات وهذا الأمر ما كانش عبت لأن اليوم ما يمكنك تقول واحدة مجموعة من المستميل الأجانب تقول لهم المغرب من خائط في الطاقات المتجددة المغرب يذهبون نحو الطاقة الشمسية المغرب يذهبون نحو الطاقة الريحية المغرب يذهبون نحو طاقة الريحية المغرب يذهبون نحو تحلية مياه البحر وما يمكنك ترى الفاعل الأول ديالك باقي خدام بالطاقة الأحفورية وبتالي أن التقالية تكون تقالية مهزوزة المساجة على المغرب الرسالة التي يصل إلى المغرب هو أنها عن طريق المجمع الشرير في الفوسفات هو يعني المشغيل الأول في المغرب هو يعني المؤسسة الكبيرة في المغرب هو أن هذه المؤسسة السيادي ستمشي لماذا؟ لن يكون مجموعة عن مؤسسة أخرى تمشي في الحدو ديال المجمع الشفاء بشأنها تمشي في الطاقة المجددية خلالها من نهاية لنهاية هذه العشرية أشكركم جزيلا شكر سي محمد جدري الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات أشكر موصولكم مشاهدينا الكرام على طيبة المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة